أتحول بهذا الطرح إلى ضيفنا بروفيسور ديفيد بروفيسور ديفيد دكتور فواز استخدم هذا المصطلح بأنه في تباين حقيقي من الواضح أن بريطانيا لها موقف لا يتطابق تماما مع الولايات المتحدة بشأن العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة إذا كان هناك تباين يا سيدي كما يشع لماذا حتى الآن تتربدد الحكومة البريطانية في ممارسة ضغوط فعلية على إسرائيل بدلا من الضغوط الخجولة الراهنة كما يصفها البعض حسنا السبب هو أن البريطانيين غارقون في مشاكلهم لقد كانوا يدعمون القوات قوات الاحتلال ويوفرون معلومات للصهاينا معلومات استخباراتية ليسوا مترددين بل لهم انخراط في هذه الإبادة الجماعية يجب أن نميز بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بسماح الولايات المتحدة لبريطانيا بأن تكون قناة خلفية للمفاوضات ولكن لا يوجد خلاف حقيقي بين الشركاء وأحيانا نخطي عندما نقول شركاء فهما دولتان مرتبطتان ارتباط عضوي وأحيانا تكون المملكة المتحدة ليست سوى ولاية أمريكية تفعل ما تؤمر وأحيانا ترتكب أخطاء بسيطة تخالف السياسة الأمريكية العامة ولكن لا يوجد اختلاف حقيقي طيب في وجهة نظرك ستارمر حينما يتوجه لواشنطن لبحث هذه الملفات المهمة ونتحدث هنا بداية عن الحرب في غزة كيف سيدور النقاش؟ كيف ستدور التفاهمات؟ وما الذي تريد واشنطن من بريطانيا الآن إذا كانت تابع كما تقول يعني ما الذي يتعين على الجانب البريطاني أن ينفذ الآن في ما يتعلق بالحرب في غزة؟ حسنا في سياق أوسع ما يعتزم القيام به كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هو أنهما تريدان دعم الإبادة الجماعية بطريقة لا تضر المصالح العسكرية الأمريكية بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية هي إمبراطورية أو قوة دولية عظمى تتراجع ولها قواعد عسكرية حول العالم ولكنها لا تكفي لتضمن سلطتها وقوتها ورفوذها ولذلك تحاول أن تلعب الألعاب لتحاول مثلا أن تساعد إسرائيل في قصف بيروت واليمن وطهران الأمريكيون يقومون بذلك لا يريدون القيام بذلك بأنفسهم لأنهم سوف يخسرون خسائر كبيرة ولذلك يعتمدون على إسرائيل